اشتركوا في القناة برنامجكم اليومي أحسن القصص هذا البرنامج الذي نعرض فيه معكم سيرة أنبياء الله ورسله عليهم السلام ونستقي منها العبرة والعضات التي تنفعنا في حياتنا وتزيدنا علما بربنا سبحانه وتعالى إلى أن نلقاه جل جلاله ما زلنا أيها الكرام معكم في سيرة نبي الله موسى بن عمران عليه السلام وكذلك قصة أخيه هارون الذي كان نبيا معه وبلغنا معكم إلى دعاء موسى عليه السلام على فرعون وملئه عندما علم موسى عليه السلام أنه لن ينفع مع فرعون أي وسيلة استخدمها موسى لا اللين ولا الحجة ولا البرهان ولا المناظرة كل ذلك لم ينفع مع فرعون لأنه كان رجلا طاغية جبارا متكبرا فدع موسى على فرعون وملأه أن الله يطمس على أموالهم ويشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه موسى وأخيه هارون لأن دعوة النبي تستجاب عند الله سبحانه وتعالى فأرسل الله عز وجل على فرعون وملأه عذابه وصورا من العذاب وألوانا من كذلك الرجز من الله سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل استجابة لدعوة موسى على فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين آل فرعون اللي هم الملأ الذين كانوا معه وأهله الذين كانوا يعيشون معه طبعا الأهل يدخل فيه كل ما يعني كان يعني يدخل ضمن آل فرعون من الزوجة مثلا أو الأبناء أو الإخوان أو الأخوال والعمات إلى آخرين إلا أننا نعلم أن زوجة فرعون آسيا كانت امرأة صالحة لكن هنا أخواني أخواتي يعني ألفت نظر المشاهد والمشاهدة الكريمة إلى أمر مهم أن النية أحيانا أو صلاح بعض الأفراد في مجتمع لا يغني عن الفساد العظيم الذي فيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو كانت تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أنا أهلك وفينا الصالحون يعني يا رسول الله إذا جاء آخر الزمان الذي تكثر في الفتن والشرور هل يهلك الناس وفيهم أناس صالحون ناس تصلي ناس تصوم ناس تدعو إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث إذا زاد الخبث وزادت الفواحش وزادت المعاصي ولا يوجد من ينكرها أو يغيرها بما يستطيع إما بيده أو بلسانه أو بقلبه فإن صلاح الصالحين إنما يقتصر عليهم لذلك هذه أمانة عظيمة إخواني أخواتي علي أنا وعليك أنت وعليك أنت أن ننشر الخير قدر ما نستطيع بين الناس لا تستصغر مقطعا فيه خير أن تنشره بين الناس لا تستصغر آية تنشرها بين الناس لا تستقل حديثا صحيحا تبثه بين الناس إما في وسائل التواصل اليوم أو في القروبات أو في حتى مجالسك بشكل مباشر لأن هذا من نشر الخير بين الناس أما الخير الذي يقتصر على أهل الصلاح فهذا لن يصل للناس اليوم الناس بحاجة إلى من يوعيها في أمور دينه تحتاج من يذكرها بالله سبحانه وتعالى في أمور بسيطة لعلك أنت تقول لا هذه الناس كلها يعرفونها لا والله كثير من الألف باء الدين كما يقولون أمور سهلة في الدين نحن كلنا نعرفها كثير من الناس يجهلها فإنشر الخير بين الناس أيها الكرام بما تستطيعون من وسائل بشكل مباشر وبغير مباشر اليوم نحن بحاجة إلى تكثير سواد الصالحين حتى لا نقع والعياذ بالله في مستنقعات الطالحين فاصل قصير ثم نواصل بعد هذا الفاصل الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عبده الذي اصطفى حياكم الله أحبة المشاهدين أخواتي المشاهدات ذكرنا قبل الفاصل كيف دعى موسى عليه السلام على فرعون وأن الله سبحانه وتعالى أنزل على فرعون وملأه عذابه الأليم وذكرنا أن ثمت أناس في مجتمع فرعون كانوا من الصالحين منهم آسيا امرأة فرعون لكنها تبعث على دينها ونيتها الصالحة فمن صور العذاب التي أنزلها الله عز وجل على فرعون وملأه كما يقول الله عز وجل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات هذه التسع آيات ما هي ذكرها الله عز وجل في كتابه فأرسلنا عليهم الطوفانة والجرادة والقملة والضفادعة والدمة آيات مبينات أو مفصلات فأرسل الله عز وجل أكثر من آية قيل أن مجموحة تقريبا تصل إلى عشر آيات فمن الآيات التي أرسلها الله عز وجل لفرعون وملأه الحصى التي كانت مع موسى وانقلبت إلى ثعبان هذه من الآيات أيضا اليد البيضاء التي جعلها الله عز وجل آية أخرى لموسى أيضا من الآيات السنين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين والسنين هو المقصود به القحط أي أن مصر كانت تمر بقحط شديد يعني لا مطر ولا عشب ينبت ولا مياه في الآبار هذه طبعا من صور العذاب التي أرسلها الله عز وجل على فرعون وهذه كلها استجابة لدعوة موسى وهارون على فرعون وملائه ثم أرسل الله عز وجل عليهم الطوفان الطوفان هو يعني جبل من الماء عظيم يرسل على طبعا الديار فأرسل الله عز وجل عليهم أيضا الطوفان فأهلك كثيرا من زروعهم ودورهم وأموالهم أيضا من الآيات التي أرسلها الله عز وجل على فرعون وملائه في الجراد فأصبح الجراد كثيرا جدا يأكل محاصيلهم ويكثر في بيوتهم حتى يقال أن المرأة من الأقباط كان يرفع وسادته أو غطاءه فيجد الجراد تحت غطاءه وفراشه كل مكان ملئ جرادا طبعا الجراد إذا كثر أفسد طبعا لا سيما المحاصيل وأخذ يأكل كل شيء والقمل القمل هو القمل المعروف في شعر الرأس أو القمل هو المقصود به الديدان الصغيرة التي تأكل أيضا ما دق من الأشياء يعني حتى الأكل غير المحاصيل والحبوب الذي كانوا يخزنونه نشر الله عز وجل فيه القمل السوس كما يقول التي أخذت تنخر في هذه الأغذية وأيضا أرسل الله عز وجل عليهم الضفادع أكثر الله عز وجل الضفادع في مصر حتى أن البيت الذي يخرج منه شخص لا يستطيع أن يمر من كثرة الضفادع التي كانت في طرقهم هذه كلها من الفتن ومن ألوان العذاب التي أرسلها الله عز وجل على فرعون وملئه والدم أن الله سبحانه وتعالى جعل الدم يسيل في زمن فرعون من أي شيء يعني تخيل الدم ينتشر في أي مكان دم سواء من حيوانات ولا دم يجريه الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى الله لم يذكر لنا تفاصيل إخراج هذا الدم الذي كان موجودا إلا أن الدم كان منتشرا في مصر في ذاك الزمن ولا شك أن الدم منظره بشع يعني الشخص الآن إذا رأى مثلا دم حيوان استبشع هذا المنظر كيف به هذا الدم ينتشر في الطرقات وفي البيوت وفي كل مكان وإيضا من الأشياء التي أرسلها الله عز وجل على فرعون الطمس على الأموال كما استجاب الله عز وجل لموسى وهارون فطمس على أموالهم وعلى ذهبهم وما عندهم من هذه الأمور التي كانوا يستغنون بها عن غيرهم فانظروا إلى هذه الآيات العشر البينات التي أرسلها الله عز وجل عذابا على فرعون وملئه بعد ذلك حصل أمر عظيم بأن خرج موسى عليه السلام مع القوم الذين آمنوا من مصر فارين بدينهم وفارين من ظلم فرعون فحصلت أمور كثيرة سندكرها بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة إلى ذلك الحين نتركه في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته